لا تزال الازمة الروسية الاوكرانية تعصف باقتصاد العالم وتلقي بظلالها على اسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد الذي بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة تؤثر الازمة الاقتصادية العالمية بشكل خاص على المانيا دفعت الزيادات الكبيرة في اسعار الطاقة والغذاء معدل التضخم في المانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمسين عاما وحذر المكتب الفيدرالي للاحصاء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مايو الماضي إلى 7.9% في الوحصول الهدد من الوحصول والمتنع على العديد من الهدف الأوروية عندما قبل المتحدة كانت في عام الأن العديد من الهدف الأليز التي تظهرها انتقال هذه المحاولة تحضر الهدف الأخرى في البطرية في المنطقة يتعاملون الأخرى أن تظهر المنطقة على مقابل المعضة بحرمات 23% في عام المنزلات المستوى منذ وقت المنزلات عاماً فهو على شخص المساعدة تقوم بساعدة من المنزلات أخرى مستغفلية أو صغفلية مما لا يزالي من المنزلات الألمانية الضخمة من أجل التصدي لأزمة الإقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية إلا أنها تواجه ثلاثة تحديات كبرى التحدي الأول هو ارتفاع أسعار الطاقة على نحو كبير وجنوني ما وجه ضربة قاسمة لقطاعات الإنتاج والتصنيع التحدي الثاني هو الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج المعتادة أو خفض تكلفة المنتج لدينا أجلتنا كذلك. لدينا عمل الزايا ويجب أن نعطيه. لقد رأيتنا من قبل أن نعطيه مكتبه. نحن نظر نعطيه جداً قبل أن نقل شيء. نسألنا نحن 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 وإن نحن 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 نحن. الثالث التعلق يتضع في ضعف الطلب على المنتجات الألمانية، محلياً ودولياً. في هذا السياق اعلنت وزارة الاقتصاد الالمانية تخفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 الى 2.2% في حين توقعت ان ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2023 وارتفعت نسبة الدين العام الى اجمال الناتج المحلي في غضون عام بمقدار 0.6% نقطة مئوية لتصل الى 69.3% جرمان vice chancellor robert habeck called on citizens to reduce their energy consumption he said every kilowatt hour helps his goal to refill storage tanks before winter comes currently they are about 58% full واصدرت الحكومة الالمانية دعوات للمواطنين الالمان لتخزين احتياجات الضرورة القصوى فقط من الدواء والغذاء تحسبا لحدوث طوارئ من جانبه يحاول المواطن الالماني المصدوم على التأقلم مع هذه الأحداث التي قلبت مجرى حياته في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نعم 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 نشارق أحصن في جامعة الماءات هذه الأحصان لتعطيق الخاصة يعمل الجديدة ومع الارتفاع في الأسعار وندرة الصلع والخدمات بدأ العديد من المواطنين في الاعتماد على المساعدات الغذائية هذا هو حقاً، هذا هو حقاً، هذا هو حقاً